اهلا بكم من جديد يمكن اللي منكم شاف فيلم جاينة بان التالي كان شاف الموقف المشهور جدا بتاع نادر سيرف الدين وعيفة الشربيني لما كانوا رايحين يجيبوا لسي دي عشان شركة باور فاميلي وبعدين الحرامي اللي هناك قال لهم ان وقت ما كان رجال الاسعاف بيقوموا بدورهم ورجال المطافي بيقوموا بدورهم احنا كمان كنا بنقوم بدورنا ده كحرام يعني فدائما في وقت الازمات والكوارس بتكتر المشاكل اللي من هنا ده وهنا وإحنا بنتكلم عن الهجمات السيبرانية للهاكرز ممكن تلاقي لينك او صورة بتقولك شوف مثلا مشهد حصري او صورة حصرية لزلزال معين او لبركان او الاعصار ايا كان فبتدخل اللينك ده وبتلاقي في الاخر خالص ان انت ما لقيتش حاجة يعني اللينك اللي انت دخلته ده لقيته ان هو كان فاضي وما فيوش اي شيء حاجات من دي كتير جدا بتشوفها موجودة على السوشيال ميديا او ايه بتلاقي نفسك دخلت على ويب سايت تاني يكون فعلا ويب سايت مجهول او انت مش عارفه او في حاجات غريبة يعني ايه خطورة ده علينا كمستخدمين ده اللي هنعرفه من ضفنا باسم صالح خبير امن المعلومات اهلا وسهلا بيك اهلا بيك عبر ويب سايت جدا اهلا وسهلا بيك ممكن زي ما بدأنا نتكلم عن ان فيه اوقات كتير بيبقى فيه ازمات وكوارث وحاجات كده بيستغل لها اطرف كتير باشكال مختلفة خلينا اقول نتكلم عن الجزء الخاص بالامن السيبراني طبعا ازاي في الوقت ده الوقت الحارك ده اللي ممكن يكون بيحصل فيه كوارث وازمات طبعا يعني كلنا طبعا شايفين الزلازل اللي بتحصل صحيح في تركيا وسوريا وطبعا يعني احنا طبعا خلص العزاء لكل الضحايا في سوريا وفي تركيا وانتمنى طبعا سرعة الشفاء للمصابين والوضع ان شاء الله يكون على افضل ما يمكن يعني ازاي في ظل المشاكل العالمية اللي ممكن تكون بتحصل دي ممكن فعلا يكون الهاكرز او الناس اللي هما بيمارسوا هذه العمليات الاجرامية الالكترونية يكونوا فعلا بيستغلوها ان هما يبشروا عملهم بشكل اكبر تمام هو مبدئيا انسب بيئة الهاكرز يبدأوا ان هو يشتغلوا فيها هي البيئة اللي فيها فوضى كوارث الطبعية ايان كانت بتخلق فوضى فالنهاردة في وسط الفوضى دي لو بدأ المخترخين ان هما يعملوا عمليات او هجمات الكترونية فدايما احنا بننسب السبب للكوارث الطبعية بمعنى ان احنا النهاردة لو حصل كارثة طبعية لقدر الله يعني فشبكة البنوك حصل فيها اوتج مصر فبنقول ده نتيجة الكارثة الطبعية دي او زلزال او فايدان او 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 ولكن في الفترة دي محدش بيفكر ان السبب ان العملية دي حصلت نتيجة الاختراق او نتيجة هجمات الالكترونية على شبكات البنوك او شبكات المية او البنية التحتية عشان مثلا نوضح انت تقصد ان في اوقات الناس بتقول ان السبب في العطل الفني اللي ممكن يكون حصل ده هو الكارثة الطبعية نفسها بمعنى ان يكون الزلزال اثر على البنية التحتية ان يكون الاعثار اثر على البنية التحتية الانفراستركشور بتاعت الانترنت مثلا في المكان الفلاني وهو ده اللي ادى للأوتج ولكن محدش بياخد باله ان ممكن يكون الحاكم السبب الرئيسي هو المخترخين سبب رئيسي اه علشان كده هما المخترخين بيختاروا الاوقات اللي فيها فوضى دايما الكارثة الطبعية او الفوضى او وقت البندميك او الحاجات دي كلها بيبدأ المخترخين ان هما يستغلوا الوقت ده من هما يبدأوا يعملوا هجمات الالكترونية ومن هنا ده دورهم اللي بتعززوا فيه وبيحصل فيه سباكس في النشاط لهجمات الالكترونية فده فايدة ان يكون فيه آليات معينة بحيث ان يبقى فيه incident response واضح او فيه تقرير للحالة بشكل واضح لو حصل مثلا او تجري النهاردة بديمعارفين ايه السبب ده هل السبب ده ناتج للكارثة اللي حصلت او زلزال او فايدان او او يكون السبب ان فيه هجم الالكترونية حصلة وده عن طريق اجهزة الاجهزة دي هي اللي بتقدر ان هي تحدد تعمل detection automatic detection هل فيه فعلا التاكس حصلت ولا أقى عن طريق الفيزابيلته اللي تبقى موجودة في البنية التحتية اي بنية تحتية النهاردة هو جزء اللي تجزأ من الامن القومي احنا النهاردة كلنا بنستخدم العددات الزكية بنستخدم عددات المية الزكية تسيدترا حاجات دي كلها увер technology فكل الحاجات دي النهاردة بتموت للامن القومي البنية التحتية للبلد فالنهاردة البنية التحتية دي لازم تبقى تحت المراقبة تحت المراقبة بمعنى أن فيه أدوات معينة وقاليات معينة بيستخدمها الحكمات والمؤسسات والأجهزة المختلفة أن هي تقدر تشوف هل النهاردة الأحداث اللي بتحصل على مستوى الأجهزة دي طبيعي ولا مش طبيعي فيه ابنورماليتي موجودة ولا هل اللي بيحصل ده نتيجة فعلا أن فيه أوتشفن عندي منطقة وريدي بلوكد ولا بيحصل نتيجة أن فيه التاكس أو حد بيحاول أنه هو يحصل على معلومات أو أنه يدخل على مؤسسة معينة أو منظمة معينة إذن فيه أجهزة بالفعل بتقدر أنها تحدد إذا كان العطل ده بسبب المشكلة دي ولا بسبب تدخل بشري صحيح طيب خلينا نتكلم عن الجزء الخاص بالتدخل بشري الجزء الخاص بالهاكينج والاختراقات والحاجات دي كلها طبعا إزاي ده بيحصل أو إيه الألية اللي ده بيحصل بيها أليات كتيرة جدا النهاردة الهاكينج ده ممكن يحصل عن طريق معلومة ممكن يحصل عن طريق سكريبت ممكن يحصل عن طريق بريسوفيستيكيتب تكنولوجي تشتغل لصالحي لو أنا النهاردة بحاول أن أنا اخترق بتسيني بحاول أن أختراق القناة مثلا فقدرت أن أنا اخترق حد من دائرة المعارف القريبة لك فلما قدرت دخلت على حسابه وبعدت لك لينك قلت لك صورتك لسه نازلة النهاردة مثلا فأنت دخلت جاست عملتك لك عليها ده نوع من أنواع الاختراق البسيط جدا اللي أنا ممكن أن أعمله بحيث أن أنا أقدر أن أنا جين أكسس على حاجتك ومنها أنت أريد ليك صلاحيات كبيرة جدا في القناة مثلا فأقدر أن أنا أدخل على حاجات في القناة بشكل كبير جدا وهنا يجي دور التوعية للموظفين في المؤسسات والأجهزة أيا كانت المؤسسة ترى ما في استخدام للتكنولوجي زي ما قبل ما نبدأ أنت كنت تتكلم عن أهمية استخدام المحمول لكل الأفراد الموجودة فده جزء لتجزء من الحال يوميا فالنهاردة إزاي أن أنا أنت كمستخدم موجود في المنظمة وليك أكسس على حاجات كتيرة وليك صلاحيات على حاجات كتيرة جدا لازم أنت يكون عندك وعي تأكد أن زي ما أنت قلت في المقدمة الـ URLs وأي لنك أنت بتدوس عليه لازم تتأكد من صلاحيته بغض نظر من اللي بعته حتى لو اللي بعته ده حد أنت وصخ فيه بس هو ممكن يكون حصل عليه التأكد بيحصل بيحصل إزاي أننا نتأكد من URL نتأكد أن في حاجة اسمها إنكريبتد URL أو إنكريبتد بيج عن طريق HTTPS تدبر تقول بيستخدموه في الحماية الأمنية طبقا للناس اللي ممكن تكون مش فاهمة وإحنا بنتكلم في إيه HTTPS دي مهمة لو لينك جاي أنا بححول بس أن أنا أبسط اللي بيتقال بالضبط نتأكد أن الـ URL اللي انت بتدخله قريدي تابع الموقع يعني لو نهاردة هدخل الـ website بتاع قناة 10 إن يبقى الـ website نفسه اسمه على اسم الجهة اللي أنا عايز أفتحها تمام فده حاجات مهمة جداً إن حتى في وسط الفوضى إن أنا أتأكد من الحاجات دي كلها لأن الحاجات دي كلها مش بس بتدور الأمن الشخصي ليا زي ما قلت لك كل فرض النهاردة وجزء من المنظومة صحيح فإنت النهاردة علشان ما تبقاش إنتري بوينت للمنظومة بتاعتك فإنت لازم تتأكد من الحاجات دي بشكل دخيل جداً أنا عندي سؤال في نقطة هي خوفت من الشخصين وانت تتكلم لما حد مثلاً يبعث لي صورة ويقول لي إن الصورة دي ممكن فيه كذا أو كده فأنا الصورة ممكن تكون بالنسبة لي تستفزني إن أنا عايز أدخل على الصورة دي وشوفها لأنها صورة مرتبطة بي أنا بشكل شخصي أو مرتبطة بحاجة أنا مهتم بيها مثلاً إزاي بقدر أميز ما بين الصورة اللي ممكن تكون فعلاً محملة بلينك أو إذا كان ده في طريقة إن أنا أميز ما بين الصورة المحملة بلينك اللي هتاخدني وتسوقني لخطر أنا معرفوش وما بين الصورة الصورة حقيقية موجودة على ويب سايت مؤمن لإن مش دايماً بيكون واضح إن الصورة دي جاية من لينك أو كده ده حقيق فيه حاجة مهمة جداً في علم الاختراق حاجة اسمها السوشال انجينيرينج أو علم الهندسة الاجتماعية أنا النهاردة كل فرد أنا بحاول إن أنا أعمل عليه اختراق لازم أعرف الباكجروند بتعطوه إنت بتحقب إيه ما يحبش إيه إيه ما يستفزك زي ما أنت قلت إيه ما يستفزك إيه ما يستفزك إيه ما يستفزك إيه ما يستفزك أكيد أنا مش أبعت لك صورة ملهاش أي علاقة بك أقول لك أدخل بك فأنت أكيد صورة عميك بالزبط يعني أنت هيولدك على طول إنها فرود أو إنها قتعك الفكرة إن أنا ببدأ إن أنا ده اسم مطارك تقتعك أو الاختراق الموجه لشخص أو جهة معينة فأنا أبدأ ألم معلومات عنك وبعد ما ألم معلومات عنك أبدأ إن أنا بعت لك حاجة تستفزك زي ما أنت قلت علشان بس كل ما أنا عايز منك أن أنت بس تضغط على اللينك مفهومة قبل ما تضغط على اللينك زي ما قلت لك فيه خطوات بسيطة جداً وهي بتحمل عندك لازم تبدأ تشوف الويب سايت نفسه اللي عليه هل هو ويب سايت قريدي معروف وليه ريبيتيشن وفيه أدوات قريدي على الإنترنت تقدر تحدد هل الويب سايت ده سيسبشيس ويب سايت ولا ويب سايت الويب سايت قريدي معروف وليه أخبار وحاجات زي كده حتى لو كان البريفيو بتاع الويب سايت ده شكله يطمن يعني بعيت لي لينك صورة واضحة أيوة بس أنا حدوس على الصورة دي عشان أدخل أشوف أكتر يعني مثلاً أنا ممكن أخذ أي كونتنت الويب سايت هي طبعاً تكنولوجيا كتيرة جداً مختصة بالريبيتيشن ومختصة بالكونتنت بتاع الويب سايت ده لو حد سرقه أقدر أن أنا أشوفها موجود فين بس أنا النهاردة كمخترقة أقدر أخذ الويب سايت ده أخليه في مكان تاني بس أغير اسمه وغير فيه أي كونتنت موجود فيه بحيث أن إنت لو ضغطت على أي لينك فيه أو أي صورة فيه يحصل لك دامج أو ينزل عندك رانزم وير سباي وير أين كانت فالويب سايت نفسه هو أهم حاجة أنت نهاردة نهاردة رايح لديستانيشن فالديستانيشن اللي أنت رايح لي ده لازم تبع عارف الوجهة اللي أنت رايحها يعني أنت مينفعش النهاردة تكون خرج من بيتك رايح عنوان معين وتروح عنوان تاني كده أنا مخطوف بالظبط فلازم تتأكد بنسبة كبيرة جدا من الأنوان اللي أنت رايح له أوقبتكن الصورة مش باين دي من ويب سايت يعني أوقبتكن صورة ستاندالون كده صورة الوحدة ولما دوس على الصورة يحصل حاجة أه هنا بقى الجزء التاني أه أنت نهاردة فيه حاجات يعني أنت ممكن يجيلك مكالمة التليفون من صديق ديك بس هو مش صديق ديك آه يعني فيه حاجات فيها ريليتد بالفيشنج فيه حاجات ريليتد بالفيشنج بالفويب نفسه يعني ممكن يحصل له فيشنج ثاني واحدة يعني أنا ممكن تجيلي مكالمة من صديق ويبقى اسمه ظاهر عندي وأنا أرد مثلا ويطلع مش هو ده أيوة أه ممكن يحصل تمام فالنهاردة هي الفكرة كلها التكنولوجيا ليها قليات كتيرة جدا أنت النهاردة دورك أن أنت دايما تتأكد من مصدر المعلومة ما أنا هتأكد إزاي؟ يعني دوقتي أنا صاحبي بيكلمي هتأكد إزاي أنا ده صاحبي ولا مش صاحبي ليها طرق معانا أن أنت تتأكد؟ طبعا الحاجات دي كلها ممكن تتعامل في بلادي يعني فيه مصر مثلا من الدول اللي قريدي عاملة كنترولز للحاجات دي بشكل كبير جدا تمام بس فيه ووبسايت بتطيح أن أنت ممكن تدخل تعمل تفيرتشوال رقم تفيرتشوال رقم وتبدأ إلي أنت تتأسر بالضبط تمام؟ فأنت النهاردة برضو حتى لو رديت على حد فالحدة أكيد أنت مش هتدينه ومسلا ما فيش واحد صاحبك هتتصل بيك يقولك الديني مع بياناتك البنكية ما فيش بنك هتتصل بيك يقولك الرقم السري بتاع الكريت كارد بتاعك كل دي بييجي عن طريق الأورنس أو التوعية اللي موجودة أنت بتاعمل إزاي مع التكنولوجيا معلش سؤال بس في الحتة دي أنا عارفنا أسئلت كتير بس مثلا دلوقتي أنا جات لمكالمة من النوع ده تمام؟ الخطورة بتكون في المعلومات اللي أنا بديها ولا مجرد أنها رديت على التليفون لأن ده سؤال في بالنس كتير لا ده سوشيال انجينيرينج في المعلومات اللي أنت بتديها في المعلومات يعني أنا مجرد ما رديت ولقيت المكالمة أي كلام بقفل ما حصلش حاجة ما حصلش حاجة تمام؟ بس المسج أو اللينكس هي اللي بيقى فيها دم تمام؟ اللي موجود على الورد صحب مسلاla ال焚ع التال b ترى ما انت من دوسش عليها يعني هوا موضوع برض36 هوا موضوع هاك!? هوا الموضوع socialism فيه تعاقضات كثيرة جدا الصورة نفسها هوا مش إكسيكيتها بالفعل يعني الصورة نفسها ممكن نتأملش دامج بشكل كبير particle لبي في حترة ما انت هتروح لمكان تاني هيا رأيه ينزل عندك نوع من أنواع البرمجيات الخبيثة هيا رأيه يحتي اخбы هو القطوب!! بس الصورة في حد ذاتها مش هتمثل خطر كبير. يعني وجودها عندي في الجلالي مش هعمل مشكلة. مش هتأثر عليك. مش هعمل مشكلة لو مثلاً دابل كليك عشان هنزوم مثلاً. بالضبط. لا يعني دابل كليك علشان تدخل بيها انستجرام مثلاً صورة على انستجرام. بس هو بسري ووبسايت فعلاً مش الانستجرام. هو ووبسايت ثالث خارص. بس ووبسايت زي انستجرام متهيألي هو سيف قدر الإمكاني. بس لازم تأكد ان هو فعلاً انستجرام. ممكن يكون حد ياخد دومين يغير كلمة من انستجرام حرف واحد. انت تعتقد ان هو دار انستجرام. ما هفتحه الانستجرام من على الافريكيش. بالضبط. طيب يعني حجم الخسائر على مستوى العالم في الجزء الخاص به الهجامات السيبرانية ضخمة جداً. يعني بأرقام تتعدى الملايين الدولارات. بقى 10 بليون دولار. 10 تريليون. أرقام ضخمة جداً. كيف يمكن ان نضع حداً لهذه الحرب الاستنزافية اللي بتحصل. ان ده استنزاف لموارد شركات. انا دلوقتي شخصة عندي شركة. سواء كنت ستارت اوب او كنت انتربنور. او كنت شركة صغيرة او متوسطة. عندي عدد من الموظفين. اي حد فيهم ممكن لأي سبب ما داخل الواي فاي بتاع الشركة. تريفون مخترق. الشركة كلها في خطر. صحيح. ازاي نقدر ان احنا نحط تحدي للمشكلة دي. ازاي نقدر نحمي نفسينا من ده. طيب احنا اهم حاجة في موضوع السايبر سيكوريتي كله. الفكرة في السايبر سيكوريتي هي حماية المعلومة نفسها. المعلومة دي على فكرة مش لازم تكون معلومة الكترونية. يعني في معلومات قريدة انت ممكن تكون عرفة ازا برسنال. وزاي الباسكوت بتاع الكريت كورت بتاعك مثلا. دي معلومة عندك يا الفكرة ازاي ان انا اقدر اجيب المعلومة دي كمخترق. اي جهاز او جهة او منظمة او فرد هم عليهم مسؤولية كبيرة جدا. مسؤولية دي اول حاجة ان احنا نحنا نوعي الناس ان التكنولوجيا دي مش مصدر صخة بنسبة 100%. تكنولوجيا زي ما هي ليها فوائد فهي ليها اضرار بشكل كبير جدا. الاضرار بتاعتها دي على مستوى الفرد وعلى مستوى المنظمة. مستوى المنظمة او الدولة او اي جهة. فيه قليات كتيرة جدا. الالية دي فيه عن طريق حماية البنية التحتية. عن طريق حاجة اسمها ديفنس ان ديفن. الدولة النهاردة بتحمي حاجات كتيرة جدا بشكل كبير. اي منظمة النهاردة بتقدر انها تحمي نفسها. واخر حاجة اللي هي او اضعف حلقة في السكوريتي على فكرة هو الفرد. الفرد ده ممكن تكون عندي موظفة في الشركة. عندها ابن عمره سنة بتديله الموبايل يلعب. فبيداونلود جيم فداونلود حاجة. هي ما تعرفش عنها حاجة. ده بتيجي عن طريق صلاحيات الموظفة دي. ان هي بيبقى ليها صلاحيات معينة. ما تقدرش تاخد صلاحيات اكبر منها. نتيجة ان هي فرد في المنظومة. وبتيجي دورة ان انت بتبدأ ان انت تعمل للافراد اللي موجودين في المنظمة برامج توعية بشكل دوري. ان هم تعرفهم ازاي خطر التكنولوجي. الحاجات اللي ممكن يبقى ليها ضرر كبير جدا. وفيه شركات النهاردة ومنظمات تبدأ انها تعمل زي سيميوليشن. انا النهاردة علشان يقسم مستوى الفرد اللي عندي. فانا هبدأ ابعتلك مسيج مثلا. اشوفك انت دوست عليها ولا لا. فالنهاردة الحاجات دي كلها لزيادة التوعية للافراد. ودور الشركات والمؤسسات طبعا هم عارفين ان شغلهم شكل كويس جدا في موضوع الحماية الأمنية. بس في الآخر هو دور الأفراد هو جزء من اننا ازاي يزود وعي الفرد نفسه ان هو يستخدم ازاي التكنولوجي. اذا ناخد بالنا من اللينكس ناخد بالنا من الصور. بالزبط. ما نديش معلومات دقيقة لها علاقة بحيثاتنا البنكية على التليفون. وناخد بالنا من استخدامنا للتليفون عموما وما تديش تليفونك لابنك عشان ابنك ممكن يدون لود حاجاتك. ودي اهم حاجة. هي التوامش بتبدأ على فكرة على طاقة الشغل بس. لان النهاردة انت مش بتستخدم الانترنت فالشغل بس. انت بتستخدمه النهاردة فالبيت بشكل كبير جدا. صحيح. الاطفال النهاردة ودورهم ازاي ان هما يستخدموا التكنولوجي ده جزء مهم جدا على الاباء ازاي اننا خليهم يستخدموا التكنولوجيا الامانة. عن طريق ان انا اتحكم عن طريق الـ Parental Control والـ Safe Mode. اتحكم ازاي الفيديوز اللي هما بيتشفوها. الـ Content. صحيح ما دي كمان تكنولوجي لازم ان احنا نستخدمها عشان نواجه التكنولوجي بالتكنولوجي. مزبوط. استاذ باسم صالح خبير امن المعلومات شكرا جزيلا لك نوارتنا. شكرا لك جدا شكرا لك. هنطلع فاصل ونرجع بعديه عشان استقبل ضيفنا تامر حمودة المشرف على قطاع تنمية الابتكار والتسويق باكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خليكم عالم. اشتركوا في القناة